بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذه جواب على الأسألة يوم 16-5-2020 أخونا هدي البدر السلام عليكم مع مختار أنا حبيت نسخسيك هل يركب هذا المحرك على رينو السعطاش ولا لا مع العلم أن المحرك القديم مزوط حبيت نغير باش تنصحني برك الله فيك والله عموما لا نرجعش نتفرج على الفيديو ولكن حسب الصورة قدامي هو محرك يسمه إينارجي نعم يركب لكن إذا كانت ديزل أو عندك برشة تغييرات مش كاك لكن هذا يركب وما فيه منوعين نرد بلك فيه منوع 6-6 خيالي وفما نوع 4 خيالي الـ 4 خيالي يركب على الكليو اللولانية كليو شيبي والنوع الثاني هو 6 أحسن يركب على الـ رينو السعطاش باش تعرف الفرق يجب أن تقل الموتور فيه كرباتير دوبالكور كرباتير فتحتين مش تعرف الفرق ما كان يمشي لك ما خاطر الأخر ضعيف أما الناس من الخارج عمزوزك مكان تورتاح من مشاكل أفضل هذا حوار الحوار يضحك أخواني أعزاء بصراحة كانت عندي هذه المشكلة هو مشكلة طويل يشرح فيه كون المشكلة هذا صار له وعمل الحاجة هذه اللي اللي حاب يستفيد من من الجواب متع خونه حمار يقرأ الكومنتر كامل هذا المحرك يركب على جرون فيتارا 1.9 دي هاي هو متع جرون فيتارا هذا كجرون فيتارا إسانس هذا ككان عندي جرون فيتارا شريتها أمبان فيها كالاتير فازدة طبعا ما قلناش كالاتير رغم يجابوها كالاتير ما صلحتش وليت شريتها من صاحبها وغيرتها ديزل وخليت المحركة داكا ماشي 7000 المحركة داكا لو كان يحد يحتاجها يستفيد بي 7000 بارك ماشي 7000 كيلو متى السلام عليكم عندي سيارة سينيك 2 المشكلة لأنها تضخ كمية كبيرة من المزوط على هل يمكن تنقص منها شبعتها تضخ كمية كبيرة يا بالقادي يعني تستهلك مزوط هبعث لي فيديو وقريني شو المشكلة بالضبط لازم تكلمني بهذا اسم السراري سعيد كي يعيش نعرف جوابتني ماذا هو هذا سراري سعيد سراري سعيد خويا اختار السلام عليكم ورحمة الله عندي سيارة تطلع عليها زيت كيفاش تنصحني وين طلع عليها زيت يا سراري يا سعيد يعطيني فيديو ولا يعطيني سؤال كامل وين طلع زيت وين طلع زيت يجب أن نفهم السؤال بالضبط هذا يخونا مسترمية عندك كنز في صوتك يا صاحبي تحسب أثمان غليوات كانت تدخل للفن والتمثيل والتقليد صاحبي يعني تحب ندخل التمثيل والتقليد يا مسر حميد عندي سيارة اي عسرة عمل في مطناش فيها مشكل الفتاس صعيب يفوت مارشاريا يمكن أن يكون عندك لمبارياش أبعث لي فيديو يا حميد يمكن أن يكون عندك لمبارياش مجنون أنت مريض نفسي المريض الله يشفيه يا أحمد يا محمد إن شاء الله ربي يهدينا وهديك إن شاء الله يا أحمد السلام عليكم أخي مختار عندي رينوك اليوم ودهل الفين نريد نغيي تغيير زيت الغير والبوكس بس لا يوجد بها سيخ عيار زيت كيف أعرف عيار زيت الغير بوكس أوتوماتيك لازم يكون عندك عداد في السيارة ولازم تشوف الكمية كيف تأخذ يعني ما عندي فكرة عليها لو كان السيارة قدام ممكن أما يجب تبحث على الكمية التي تصب ها و أظن عندها عداد هي في التبلوة عندك بارك الله فيك سي مختار وأطال الله في عمرك أمين رحم والديك وفي مساعد مساعدك أيضا تقبل الله صيامكم وشكرا على المعلومات التي تقدمها لإخوات إخوتك أنا ليس لهذا الموديل للسيارة لكن أحبك في الله أزالي هذا الموديل للسيارة أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجه يا جليل بارك الله لما تقوم به بكل صدق وبكل صراحة فمن خلال كلامك طيب نرى أنه فيك الخير الكثير نسأل الله أن يكثر من أمثالك يا طيب اللهم أمين أمين يا رحم وديك بارك الله فيك يا جليل شكرا هذا من حسن أخلاقك بارك الله فيك على الإفادة من الجزائر شكرا يا بي هذا أخونا حسان سي مختار الله أحب لك أجمعين يا رحم وديك عندي فلكسفاغن تيكات تخدم لواج نضيفة برشا لكن عندي مشكلة فيها كيف تفوت للسرعة المية وعسرة وطالع الصعاد يخرج الماء من دابوزة توفرق مع العلم في مرة ساق طحلوا الفتاس وبقى يمشي بها سرعة ثالثة من غير سرعة أولى وثانية لأن الديسك شيط لكن السرعة هي المطور منتاع يجي من إيطاليا روعة وقات ضيع في الماء الباستيات مبدلين وقطع الدابوزة مكسر ما تعرفش نحل المطور نحل المطور نعمل جوان ونرنساج لكلاس ولا لا مع الشكر نحل المطور نحل المطور ولا كلاس ونعمل جوان لا تعرف أنت المشكلة منين يجب أن تشوف المشكلة منين قبل الساعة حاول إذا كان عندك ضغط أهواف الماء هذا يعمل الجوان وإذا كان بلك راديتير عندك مصخة لأ أنت قلت ننزل عليها في السرعة في السرعة طبعا تحتاج إلى تبريد أكثر ما وهو ممكن يكون عندك راديتير مستكرة وممكن عندك مستمش تخذ صحيحة عندك أشياء يجب أن تعملها قبل أن تحل الكلاس وكلاس تحل أخر حاجة وكان المطور ماشي مثلا أكثر من 200 ألف ولكذار وحلان الكلاس في ريسك على برش حاجات ولهذا أرد بالك هذا يجب أن تفهم الموضوع قبل ما تعمل حتى شيء لكي لا تخسر فلوزك بالفرق ممكن يكون عندك شق في الكلاس هذا يا صاحب الفيديو ممكن يا راب العين السلام عليكم عم مختار عليكم السلام الله يهدينا جميعا عندي ملاحظة لنا جميعا المفروض نحنا نتكلم عربي بحث من شان الأخوان العرب في العالم كله يفهموا علينا بستفيدوا منهم نفيدوا ونستفيد ومبارك الله فيك شكرا يا باسم يا أخويا راي اللغة العربية راي صعبة شوي على بعض البلدان لأن المشرق عنده عنده مشاكل في اللغة العربية والمغرب عنده مشاكل في اللغة العربية انت تفهموه انتم في المشرق احنا نفهموه في المغرب والعكس صحيح انت ما تفهموش انتم نفهموه احنا وكذا لأن صعيب يسر باش تتحاول توحد اللغة العربية ان شاء الله يوم ما انت توحد وللغة العربية كلها كامل يا اخي الكريم بدل كلاس جديد وشوف مضخة الماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعام مختار عليكم السلام الله يجاديك ويحسن اليك اجمعين يرحم وديك وقبل الاعمال الصالحة والصيام والقيام وان شاء الله يرحم وديك يا أمدين وانجول دعاء ولا تنسانا من دعائك الله وفقنا وفق الخير امين يا رب العامين شكرا يا اخوية برك الله فيك حسن ورب ان شاء الله خرجنا من هذا الوباء والبلاء سالمين غانمين برضاه يا رب العالمين شكرا برك الله فيك شق في الكلاس بين مصمار الماء وغرفة الاحتراق ينجم يكون صحية كلاس في سيري نعم ممكن الله يبارك شكرا يا يا حبيبي محمد شكرا يا شكرا يا سنة غير الكلاس وانت مرتاح والله اعلم هذا هو ما عندهش حل اخر مسكين كلاسة منقوب سلام عليكم ورحمة الله اخير ربما عندك شق في الكلاس شق فيه ممكن النجم يكون هو ما عندهش حل اخر طب الا تغيير الكلاس ويجرب عم مختار صحية شريبتك وأحفظك صحة عايشك ربما يحفظك أمين ربما يحفظك ملاينا حب ناخو رأيك بحكم خبرتك وبحكم انك تبيع قطع غيار نخمم ناخو سيارة بنزين وندخلها تاكسي طبعا بشن تولي غاز نحب نتنصحني بين البولو الطويلة ومحرك واحد فسال اربعة ورينو سانبول بحكم فرق كثيرا في السعر ما هي التي تدوم أكثر وهل هناك اختلاف كبير جدا في السعر خطع غيار وما هي عيوب أشوف العيوب حتى حد ما يعطيك العيوب لأن العيوب كل السيارة فيها عيوب كما البني آدم ما تنجيبش حدود تحدد العيوب أنا فيهم والسنين السيارات اللي اخترتهم انت ملاح بحين أنا نخيرك اليوم وانت شوف السيارة نظيفة فيهم غيرها اخدمها غاز وركب عليها الغاز المهم تكون انظيفة وتكون مش ماشية برش أحبت مختار صح شربتك أحفظك الله أمين أجمعين بالله نحب نأخو رأيك بحكم خبرتك في حكم أنك تبيع هو نفسه الموتور في حالة جيدة ولا توجد أي مشكل في ناحية الاتزاز المحر نعم أنا بدي هذا صح هذا رأي مارك الله فيك شكرا يا مصطفى الله يحفظك ويحفظنا ويحفظك يا حميل برك الله فيك نغمة المحرك رائعة أنت تبالغ في قلقك نعم صحيح هذا المحرك سليم 100% والصوت الطبيعي كل شيء على ما يرى صحيح هذا حتى أنا رأي سلام كان عندي نفس المشكل السبب كان في واحد من الانجيكسرات ينجم يصب لها يصب لها تراتمان في الخزان ويحاول تنظاف أخي أنا تاني عندي هذا المشكل كي تعود بردة تتيب الدخال أكحل والمطور فيه الرجل كيف رجلتها يعيشك إن شاء الله إذا كان هو حل المشكل يعطينا الحل إن شاء الله نكتفي بهذا الحق من الأسن إن شاء الله أتنفعكم والسلام عليكم ورحمة الله